اشتركوا في القناة نجواب على سؤال أيضاً بيدور في ذهن كثير من أولادنا وشبابنا ويسألون كسؤال منطقي وممكن يكون أيضاً سؤال افتراضي ولكن له همية أن نوضح النقطة دي لأنها بتشكل في فكرنا وفي فكر أولادنا وشباب المفهوم الصحيح للحياة الجسدية والجنسية السؤال هو أن لماذا لم يخلقنا الله مثل الملائكة بدون طاقة جنسية أيضاً لأن بنجد أن فيه صراع أحسن أحياناً بيحصل في زهن المراهقين وفي أفكارهم وخاصة عندما تتنامى فيهم الطاقة الجنسية وتبلغ إلى قمتها وفيها حرارة وأحياناً فيها شهوة وخاصة أننا نعيش في عالم مفتوح في أفكار وفي مشاهد وفي أعلانات وفي أفلام وفي يوتيوب وفي عالم كامل من الأفكار والمشاهد التي تقود فكر الشاب أو الشاب أو الولد أو البنت إلى التفكير في الشهوة الجنسية ودائماً هما عندما نكلمهم في الكنيسة يقولوا ليه لماذا لم يخلقناها شهوة الملايفة بدون طاقة جنسية لأنها هي أحياناً تبقى سبب صراع في حياتنا الروحية وتوجد عندنا نوع من الألم عندما لا نستطيع أن نتغلب عليها أو الشباب يقعوا في العادات الشبابية الجنسية الحقيقة مهم جداً أن نوضح هذه النقطة لماذا لم يخلقنا شهوة الملاكة؟ الحقيقة كتاب مقدس لما نفهمه من بداية الخليقة وأيضاً من تعليم كتاب مقدس في العهد الجديد والعهد الأديب عن الملائكة والإنسان نجد الملائكة أرواح قديسة كلها بكلها أرواح بنعمة ربنا انتصرت وصارت ملائكة غير الأرواح التي سقطت وصارت شاطية ولكن يبقى أن الإنسان ربنا خلقه في نوع من الطاقة الديناميكية الإيجابية التي فيها قدرة على التكاثر إثمروا وأكثروا ولبنا قال إثمروا يعني بينظر إلى التكاثر في الجنس البشري كأنه سامرة ويصير التكاثر سامرة لمحبة بين الجنس البشري بتسمو إلى أن تصل إلى صورة الله نخلق الإنسان على صورتنا كشبهنا إذن هنا في خاصية خاصة في الإنسان لا توجد في الملائكة لم نقرأ في كتاب مقدس أن الله أعطى الملائكة هذه الخاصية الجسدية أو الجنسية ولكن أعطاها الإنسان ومن خلالها يستطيع الإنسان أن يحقق صورة الله في حياته إذن هنا ده الإجابة دي والفهم ده يخلينا ننظر إلى التكاثر الجنسية لأنها شيء مقدس أعطى الله هبة أعطى الله إنسان نعمة وعطية تجعل الإنسان يرتقي في الصورة التي هي ويعني مفهم ويصير الملائك هذا الكائن الوراني الذي له عقل وإرادة في حالة نقاوة فائقة تناسب الوجود في الحضرة التي هي ولكن يختلف عن الإنسان اللي هو ممكن ينمو في هذه النعمة إلى أن يصير على صورة الله وعشان كده بنقرأ في كتاب مقدس في العهد الجديد معلمنا أبولوس الرسول يقول كده أنتم هيكل الله واروح الله ساكن فيكم أو يسكن فيكم الإنسان بجسده وبروحه يصير هيكل للروح الخدس الإنسان بشكله الإنساني العادي ده يحصل على نعمة وعبار الله كأحد خصائص تكوينه وهنا بننزل إلى الجنس أنه طاقة إيجابية وليس طاقة سلبية ليس طاقة بتقودنا للصراع النفسي الجسدي والسقوط في الخطيئة والإحساس بالندم والنجاسة والقزارة اللي بيشعر به الإنسان اللي تسيطر عليه الخطيئة الجسدية الشهوانية أما أولاد الله اللي بيعيشوا بروح الروح القدس عندما يفهموا أن الطاقة الجنسية اللي فيهم هي طاقة إيجابية يستخدموها في سر الزيجة لإيجاد نسل يحيى في صورة الله لبنظرتنا للجنس نظرة مقدسة بقدر ما الإنسان ينظر للجنس نظرة مقدسة بقدر ما يستطيع أن يستخدمه بطريقة مقدسة ويتحول الطاقة الجنسية إلى شيء مقدس مفرح في حياتنا ونبعد عن الإحساس بأن الجنس هو شيء شهواني فقط بيقودنا للخطيئة ويقودنا للبيانة خاصة بلاد ربنا لما بيعيشوا في الصراع هذا بيكون صراع صعب جدا جدا لكن يصبح الحب الزيجي الحب الاتحادي هو يحقق إرادة الله في حياتنا وهو أيضا يسمو بالإنسان إلى أنه يحقق صورة الله في الطرفين بالنمو في النعمة والمحبة الإلهية ولهذا يعتبر الطاقة الجنسية في الإنسان ميزة وعطية تفوق الطاقة الروحية التي أخذها الملائكة عشان كده معلمنا بقوله السرسولي ويقوله عن الملائكة ليسوا جميعا أرواحا مرسلة للخدمة للعاتدين أن يارسوا الخلاص ربنا أعطينا أن نظرتنا باستمرار ونعلم أولادنا وشبابنا هذه النظرة الإيجابية بدون خجل وبدون كسوف ولكن بفرح وبنعم ما نشعه بيها تعرضنا من ربنا وتعرضنا من بعض ولي الله أن ينمك دائما أبدين ترجمة نانسي قنقر